السلام عليكم و اهلا بكم في الفيديو الجديد ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي ان احنا نركب او نفق المعالج في اللوحة الام والموضوع ده هيبقى بالتحديد لمعالجات انتل نبتدي اول حاجة بتركيب المعالج اول حاجة هتعملها انك تفتح الغطة بتاع سوكت المعالج وعشان تفتحه بتلاقي في كده زي دراع الدراع دي بتبقى سندة غطأ المعالج بحيث انك انت لما بتكون مركب المعالج بتثبت المعالج من انه يتحرك فانت لازم ترفع الدراع دي فعشان ترفعها بتلاقي ان الدراع متثبتة كده تحت حتة حديدة صغيرة فانت هتطلعها منها فتضغط على الدراع بالشكل ده كده هنا بعدين تسحبه البرة وهتلاقي ان الدراع طلعت معك بالشكل ده كده تقدر انك اهو كده ترفعها وكده اهو الغطة تقدر انك انت تفتحه من غير اي مشكلة هتيجي تضغط في الحتة دي كده الغطة بعدين اهو كده ترفعه عادي وكده يبقى انت خلاص فتحت غطأ المعالج وتقدر انك تركب المعالج على طول هنا بقى انت هتجيب المعالج اللي انت عايز تركبه بس انت طبعا مش هتركبه على طول كده بشكل مباشر لازم تركبه بطريقة معينة بحيس انه يتركب بشكل صحيح فعشان تركبه بشكل صحيح فيه قدامك طريقتين ممكن تعرف من خلالهم اول طريقة لو اخد بالك كده فيه المعالج نفسه فيه نص دايرة ناحية اليمين ونص دايرة ناحية الشمال فيه برضه في البردة نص دايرة ناحية اليمين ونص دايرة ناحية الشمال وفيه بعض انواع المعالجات الحديثة من انتل الجيل الاثناشر بيكون المعالج فيه نص دايرتين فوق ونص دايرتين تحت وهكذا برضه في السكت بتاع المعالج في نص دايرتين فوق في نص دايرتين تحت فانت عموما بالطابق نص الدايرة اللي هنا مع نص الدايرة اللي في السكت نفسه في طريقة تانية بتعرفك ازاي تركبه بشكل صحيح لو اخد بالك كده في المعالج في جانب من الجوانب بتاعته في زي مسلس بلون اصفر وموجود برضو في السكت بتاع المعالج مسلس او ممكن تلاقيه موجود في البردة نفسها فانت بتطابق الجهة اللي موجودة في المعالج مع الجهة اللي موجودة في البردة او السكت نفسه وساعتها هيتركب برضو معاك بشكل صحيح بعدين بعد ما انت عرفت الطريقتين اللي بيعرفوك ازاي تركبه بشكل صحيح هتمسك المعالج بالشكل دا كده من الجنبين كده وهتبدأ انك تنزله بالراحة فخلاص بعد ما انت بتلاقيه خلاص تركب معاك كده تمام هتبدأ انك تنزل الغطى بتاع المعالج بعدين هتنزل الدراع اللي بتسند الغطى ولما تيجي انك تنزلها هتحس ان في مقاومة كده معاك فانت كمل ضغط وبعدين نزلها تحت الحديدة اللي بتسند الدراع واتلاقي ان الدراع تسندت على قطعة الحديد الصغيرة دي وكده خلاص المعالج اتركب بشكل صحيح وبقى مسنود ننتقل دلوقتي لفك المعالج هنا اول حاجة عشان تفك المعالج لازم تفتح الغطى بتاع سكت المعالج وعشان تعرف انك تفتح الغطى لازم ترفع الدراع اللي بتبقى سندة الغطى نفسه فعشان ترفعها هتضغط على الدراع بالشكل ده كده بعدين تخرجها من الجزء الحديدي اللي هو بيسندها ده تمام وتلاقيه هو ترفع معاك على طول وتقدر كده انك انت تفك الغطى بتاع المعالج بسهولة هتدوس هنا على الحتة دي من الغطى بعدين ترفعه بالشكل ده كده تمام كده خلاص انت فتحت الغطى وتقدر انك ترفع المعالج فهنا هتلاقي فيه زي آآ فراغين موجودين هنا من ناحية اليمين وفراغ موجود من ناحية الشمال فمن الجزئين دولة هتمسك المعالج هتمسكه جامد بعدين تبدأ انك تطلعه خلاص تفكه هو من غير اي مشكلة وتشوف بقى اللي انت عاونه وبس كده وصلنا لنهاية ده الفيديو وعرفنا مع بعض ازاي ان احنا نركب او نفك المعالج في اللوحة الام وبالتحديد من معالجات انتل لو اي حد عند سؤال يكتبه تحت فيه التعليقات وان شاء الله هرد علي فقره بقى السلام عليكم